الآن ننتقل إخواني الكرام للحديث عن الحروف المنفتحة إذن الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت عندنا في الصورة الأولى حرف القاف وفي الصورة الثانية حرف الكاف فحرف القاف إخواني الكرام هو حرف مستعلن منفتح حرف مستعلن منفتح معنى أنه مستعلن أي أن الصوت يتجه إلى قبة الحنك الأعلى كما تشاهدون على الشاشة ومعنى أنه منفتح أي أن الصوت لا ينحصر عند نطق القاف بين اللسان وبين الحنك الأعلى فالاستعلاء موجود صحيح في القاف الاستعلاء موجود لاحظوا لكن الصوت يستعلي ولا ينحصر عرفتم إخواني أما في الكاف انظروا الآن وقارنوا في الكاف الكاف إخواني هو حرف مستفل منفتح مستفل أي أن الصوت فيه نازل يجربوا أن تقولوا كا كا كو أك هكذا هو حرف مستفل يعني الصوت نازل وأيضا منفتح أي أن الصوت لا ينحصر عند منطق الكاف بين اللسان وبين الحنك الأعلى إذن لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحنك الأعلى سواء كان هذا الحرف مستعليا منفتحا كما هو الحاصل في القاف أو كان مستفلا منفتحا لا فرق في كل الأحوال في الحرف المنفتح لا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى